بالفعل التأهب الجوي الأوكراني خلال اليومين الماضيين مرتفع جداً ذلك بعد الاتهامات الروسية لكييف إذ أنها تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له موسكو وتحديداً الكريملين ما يبرر ذلك الهجوم الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف في الـ 24 ساعة الماضية إضافة إلى الحذر الشديد لدى الدفاعات الأوكرانية في ظل الحادثة التي تمثلت في الأمس هنا في العاصمة الأوكرانية من خلف حيث أسقطت الدفاعات الأوكرانية طائرة بيرقدار وهي طائرة تابعة لسلاح الجو الأوكراني إذ أن هناك كان خلل فني على ما يبدو عذراً في هذه الطائرة مما اضطر الدفاعات الأوكرانية إلى إسقاطها هذا هو من أحد المؤشرات التي تدل على ارتفاع التأهب الجوي في كييف وليس في كييف بحد ذاتها بل في جميع البدن الأوكرانية على كامل حدود الدولة الأوكرانية هذا الارتفاع في التأهب أيضاً هو ينطبق على الجبهة الشرقية هناك في ظل ارتفاع وتيرة العمليات القتالية على محاور أربعة ومحاور أربعة مختلفة في طول خط الجبهة الشرقية مثل جبهة ليمن وباخمت وأفديفكا ومارينكا القوات الأوكرانية صرحت على بيان الرسمي لوزارة الدفاع الأوكرانية صباح هذا اليوم أن القوات الأوكرانية استطاعت من صد أكثر من 90 هجوم بري للقوات الروسية تمحور هذا الهجوم في محوري ليمن وباخمت وأفديفكا ومارينكا السلطات المحلية تحديداً في مدينة أفديفكا قد صرحت هذا اليوم أنها تعمل على إجلاء ما تبقى من السكان المحليين في هذه المدينة نظراً لارتفاع وطيرة العمليات القتالية في تلك المنطقة إضافة إلى ذلك سلاح الجو الأوكراني كان قد شن ثمان ضربات جوية على مواقع لتمركز القوات الروسية على طول خط الجبهة في تلك المنطقة إضافة إلى ذلك أيضاً القوات الصاروخية الأوكرانية هي أيضاً استطاعت من ضرب مواقع لتمركز القوات الروسية ومستودعات تستخدمها القوات الروسية في الدعم اللوجستي ومد هذه القوات على الجبهة الشرقية في محافظة نيبرو بتروسك أيضاً في شرقي البلاد السلاح الدفاع الجوي كان قد تحدث أنه في ساعات الليل متعات متأخرة من الليل استطاعت قواته من إسقاط طائرتين مسيرتين من نوع شاهد 136 وشاهد 131 إضافة إلى ذلك في الجبهة الجنوبية وتحديداً في منطقة خرسن هاجمت القوات الروسية بضربات مكثفة بالمدفعية والصواريخ ذاتية الدفع من نوعية غراد وأسمرش أكثر من 55 منطقة سكنية على طول خط المواجهة في تلك المنطقة ماذا عن الوضع في زابوريجيا؟ زابوريجيا فيما يتعلق بارتفاع منسوب المياه في هذه المحطة لا تعليق رسمي لتاريخ هذه اللحظة من الحكومة الأوكرانية فيما يخص هذا الشيء لكن بعض وسائل الإعلام الأوكرانية كانت قد أشارت إلى أن هذه الدعاية الروسية تشير إلى أنها سوف تستغلها في أن أوكرانيا تتحمل المسؤولية في أي خلل أو أي تعطل في هذه المحطة إضافة إلى ذلك ميخايل بدلياك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني كان قد حذر من أن القوات الروسية كانت قد وضعت كميات كبيرة من الذخيرة والسلاح والقنابل المتفجرة في منطقة التوربين الرابع التابع لهذه البحطة وقال أن هذا يعتبر خرق كبير وخطر كبير على هذه البحطة في حال حدوث أي خلل فني أو شيء من هذا المنوال قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وكارثة بشرية في هذه البحطة بالطبع في ظل توتر متوفر حول هذه المنطقة بأكملها في ظل الاستعدادات الأوكرانية للقيام بالعملية العسكرية المضادة وتمركز القوات الروسية في مختلف المناطق وحول هذه البحطة النووية وهي الأكبر تعتبر في أوروبا بأكملها الصحفي ثائر عمر كنت معنا من كييف شكرا لك